أنا شايف أن مشوار الأهلي نحو المباراة النهائية أي حد ممكن تقابله باستثناء بطل أوروبا ده فرصتك الوحيدة أنك أنت تقابله المباراة النهائية أي فريق على سطح الكرة الأرضية باستثناء بطل قارة أوروبا الأهلي يقدر يتخطى لا الأهلي يقدر يتخطى الأهلي بالفعل تخطى إحنا ما فيش بطل في أي قارة على مستوى الكوكب ما فوزناش على البطل بتاعه صح أمريكا الجنوبية فوزنا على بلميراس أمريكا الشمالية فوزنا على مونتري وعلى سياتل ساوندس أسيا فوزنا على الهلال والدحيل يعني ما فيش قارة الأهلي ما عداش عليها الوحيد اللي بيبقى فيه بلوك ولولا بس يعني بس بلوك منطقي يعني أه بس أنت مثلا في كاس عامل آخراني أنت كنت قريب كنت قريب بالريال أه ريال بس أنت كان ممكن جدا فبالتالي الأورعة خدمتنا تعالوا نشوف أورعة كاس العالم للأندية اللي ان شاء الله هتصطدفها السعودية في شهر ديسمبر القادم دي الأورعة مباراة الأولى بين الأتحاد وأوكلن سيتي الفايز منها هيلعب الأهلي إن شاء الله بإذن الله وطبعا الأهلي هاسمع رأيكم فيها أتحاد ولا أوكلن أتحاد طبعا طبعا الأتحاد طبعا طيب يبقى الأهلي والاتحاد غالبا يعني الفايز من الأهلي عندنا ناحية تانية فيه كلاب ليون وفي أوراوى رادز ده هو بطل قارة أسي فريق ياباني هيلعبوا بعض الفائز من مباراة الأهلي والاتحاد غالبا هيواجه بطل كوبا لبرتادورس بطل أمريكا الجنوبية هنشوفهم دلوقتي والفائز من كلاب ليون وأوراوى رادز هيقابل منشستر سيتي في الدور قبل النهائي اللي هو غالبا هيبقى منشستر سيتي في الدور قبل النهائي طيب أخدكم من قراءة كاس العالم قبل ما أسمع تعليق أحمد وبلال عليها ونروح لموقف بطولة أمريكا الجنوبية دلوقتي كوبا لبرتادورس من الأربع فرق اللي وصلوا للمربع الزهبي أو للدور قبل النهائي عشان نعرف مين الفريق منهم أو المرشح منهم اللي ممكن الأهلي يواجهوا ده الموقف دلوقتي في كوبا لبرتادورس الموقف في بطولة أمريكا الجنوبية عندنا فرومينيزي في مواجهة انترنسيونال وبوكا جونيورز الأرجنتيني في مواجهة بالميراس الاثنين دول هلعبوا مباراة دول قبل النهائي اثنين منهم يصعدوا للنهائي واحد منهم يفوزوا بالبطولة يقابلنا أخلص من كوبا لبرتادورس تتمنى معابلة مين يا أحد أتمنى مواجهة أنا أتوقع أن بوكا جونيور اللي هيكسب من بوكا جونيور وبالميراس هو اللي هيكسب هو اللي هيتأهل يعني شايف أنه الكفة اللي تحت أتأم الكفة يعني الفايز من بوكا وبالميراس شايفوا أنه هو بطل كوبا خاصة أن كفاني موجود في بوكا جونيور فالدوام أضافة قوية جدا بالمناسبة انترنسيونال ده في دور التمانية مطلع بوليفار اللي بيع في برونوسافيو بلال أنا شايف أن مواجهة بوكا جونيور وبالميراس هتبقى مباراة تقيلة جدا الصعيد منها أعتقد أن مباراة فلومانينسي وإنترنسيونال أعتقد أن فلومانينسي هيفوز وهيصعد هايبقى عنده فرصة في المباراة النهائية أنا أتوقع فلومانينسي ولا هيتوج أتوقع بالمناسبة إنترنسيونال وجهنا في كاس العالم قبل كده لما كان بلعب معهم أليكساندر باتو بالزبط وبالميراس قابلنا مرتين مرة كانت الغالة بلينة كانت برونزية بركرات الترجيح ومرة الثانية اللي كنا رحنا البطولة طبعا نقصين وعبالما الدوليين رجعوا والقصة والحكاية فخسرنا المباراة عندنا لعب محترف كمان في فلومانينسي لعب جزائري إسلام سليماني إسلام سليماني أنا فضلت بالميراس بصراحة لأنه في مواجهات سابقة فما فيش الرحبة يعني يعني بالميراس أصلا يعني هي بقالها كذا سنة هي اللي بتروح فما أعتقدش إن في وجود بس أنا اللي أكيد مش عايزوا بوكا جونيو أو أنا يعني اللي أكيد مش عايزوا بوكا جونيو رح مرادونة هتحضروا كسة كده هم عندهم الدوافع وعندهم عنف في طريقة اللعب غريبة في دور أجنتين صحيح شايفين المشوار كيف وشايفين فرص الأهلي في الوقت أنت طبعا هيبقى عندك قبل بطولة كسة العالم عندك بطولة سوبرليج اللي هو أفريقي وعندك التمهيدي بطولة دوري الأبطال وعندك سوبر أفريقي وشوية مطشط محلية وبالمناسبة لما هجي أستعرض مشوار كسة العالم معكم لعبة الأهلي هتغيب عن المشاركة في مصر من 20 أكتوبر إلى 21 نوفمبر شهر كامل لعبة الأهلي مش تتلع فيه مطشط محلية ده غير مطشط دوري الأبطال جندة صعبة جدا يعني يمكن النادي الأهلي عنده ثلاث محافل قرية مهمة جدا بدايتها يوم 15 إن شاء الله أمام اتحاد العاصمة في أمبراطي السوبر الافريقي اللي الفوز بها هيعتبر دافع وخير يعني افتتاح النادي الأهلي يفتتح الموسم بتاعه ببطولة قرية هتفرق جدا معنويا وفنيا مع مجموعة اللعيبة دي وإن شاء الله احنا هنتناول دلوقتي شرح فريق اتحاد العاصمة البطولة التانية طبعا وبعد ما القرعة وقعتنا مع سيمبا التنزاني مباراة مش سهلة احنا اتكلمنا عن سيمبا الحلقة اللي فاتت وقلنا أنه هو فريق مميز وليه فلسفة لعب عنده ملعب كمان بيبقى ماليان دايما بالجمهور وفريق قدر قبل كده أنه هو يعني يصدر صعوبات للنادي الأهلي فدي منافسة صعبة طبعا كس العالم الأندية ومواجهة شبه مؤكدة مع أمام التحاد جد المدجج طبعا باللعبين والمحترفين بعد تطور الدوري السعودي فالنادي الأهلي بتنتظر تحديات كبيرة ومهمة جدا ثلاث تحديات مباشرة وتحديات أخرى طبعا ما بين محلية وما بين أدوار تمهدية لدور الأبطال أعتقد أن كولر عامل حسابه كويس جدا سكواد النادي الأهلي زي ما تكلمت وقلت يا أحمد أن سكواد النادي الأهلي الحالي إن شاء الله يقدر يساعد المدير الفني أنه هو يطلع بأفضل النتائج علشان نستمر على نفس منوال الموسم الاستثنائي الموسم الماضي شايف إزاي قرعة البطولة ولأي مدى تخدم فرص النادي الأهلي في الوصول للمبارنة يا أحمد لا شايف قرعة البطولة طبعا نموذجية بصراحة النادي الأهلي إذا ما أتفق معك تماما إن إحنا بتعادنا عن بطل أوروبا وأعتقد أن إتحاد جدة إذا كان إتحاد جدة وأحد يعني الفرق الأربعة اللي إحنا استعرضان بالتأكيد أي فريق فيهم فريق تقيل في مشوار النادي الأهلي لوصول مبارنة نهائية هل يقدر وإزاي يقدر الأهلي يتخطى العقبطين خلينا نعترف وندي إتحاد جدة أولا طبعا على أرضه وسط جمهوره ثانيا فريق مدجج بالنجوم وأيضا بطل أمريكا الجنوبية لازم تحطله يعني تعمله مليون حساب لأنه في النهاية آن كان واحد من الأربعة دول يعني كإنما كان حيكون طبعا فريق ليه تقله وليه وزنه بالنسبة لي مباراة تحاد جدة هي مباراة فاصلة لأن هي المباراة أنا أعتقد أن مكسب مباراة تحاد جدة هيوصلنا لمباراة نهائية مع حترامي طبعا شايف مباراة تحاد جدة وهتيجي تقارنها بالنجوم الموجودة في بطل أمريكا الجنوبية أعتقد ممكن أن تحاد جدة يبقى أقوى لكن النادل أهلي قدام بطل أتحاد جدة الأندية السعودية بالرغم من اللعيبة الكثيرة عندها الهلال السنة اللي فاتت وصل نهائي كاس عالم بالزبط ولعب جيم كبير جدا على فكرة قدام شلسي قدام شلسي ريال مدريد ريال مدريد قدام ريال مدريد قدام ريال مدريد فطبعا لا اتحاد جدة أو مباراة الأهلي واتحاد جدة أعتقد هي مباراة تبقى قوية جدا لها طبع مختلف النادل أهلي برغم من النجوم الكثيرة في التحاد جدة وفي السعودية لكن أعتقد نادل أهلي ليه هبته والنادل أهلي ليه شخصيته وبتعمله ألف حساب يعني مهما تكون اتحاد جدة مليان نجوم لكن ظل نادل أهلي بكمته الكبيرة وهو تاني نادي أكتر مشاركة في كسر العالم الأندية رومارينيو بالمناسبة أنا كنت شايفه واحد من أهم لعبة اتحاد جدة راح شباب السعود كانت حاجة خطوة غريبة جدا أنا مبارح بالمناسبة دخلت على صفحات النادل اتحاد جدة كده بتصفح لا مش ممكن الجمهور حزين جدا 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 هاشتاجات وكممنتات أرجوكم بلاش رومارينيو يرحل لا ترحل يروم حزني كبير جدا واستغراب كبير جدا إلا لو اللي هيعود رومارينيو تعتقد أنه لسه الاحتمال قائم حد بكرة أنا الحد دلوقتي لغاية لما هيئف الباب القيل بكرة الخميس آخر يوم لسه مازال يسورك الشكل أنا موضوع صلاح بالنسبة لي أنا معي خبر نهارد بس أنا ممكن عشان عديت الأخبار أنه إدارة ليفربول ابتدت تفتح خنوات اتصال مع كينيا نيمبابي تحسماً لرحمة أحمد صلاح قالك في نادي أوروبا ينافي إسرائيل مدريد على دمق من بابي أنا مش عارف عندي إحساس كده خاصة أن لسه إدارة إدارة التحق جدا ده هيبقى دوس برد قوي ده هيبقى دوس برد قوي ده هتبقى مفجئة الموسم مفجئة الموسم صلاح في آخر ممكن تكون ساسبنس متعمد ممكن يكون فعلا الموضوع يتقفل لأن صلاح هينضم المعسكر المنتخبين بالمناسبة النهاردة فمش عارفين تعالوا نروح لاتحاد العاصمة واتحاد العاصمة طبعا مباراة الرابط جدا انت بتتكلم على الجمعة مش زي بعد بكرة كده اللي بعده على طول فتتكلم على 8 يام